احتجاجات الوكالات الأصفر أولا جوجة المليار التي عملت الدولة للقطاع السياحي استهدفت منه جوجة العناصر الأساسية أولا العنصر الأول هو العنصر الناس الذين يعملوا هذين يقبطوا 2000 درهم بما فيهم الناس الوكالات الأصفر لكن الشقة الآخر مرتبطة بالاستثمارات نرى مثلا نقل السياحي نخرج عدد السيارات متوقفين إشكالات مرتبطة بالتدبيرهم نذهب للقطاع الفندقي فهذا الأزمة تجد فندق كله واقف وتعرف ما هي الكلفة الفندق يكون لو قفرها كل شيء يجب أن تبدل هذا المليار هو الاستثمار الآن الوكالات هناك نقاش مفتوح معهم لكن يصعب أن تجد مجال الاستثمار لأنهم كلهم يشتغلوا بزاف الخدمات الموظفين تأخذهم الدولة والنقاش معهم مفتوح ولا توضحت بأنه كانت شيء مليحة الحكومة تشتغل على هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر